نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقاء موسع مع وفد اقتصادي من جمهورية فنلندا لبحث فرص التعاون في مختلف المجالات وبالأخص الاستثماري أجمل مكان مشروع متميز تفترش أساسياته على الواجهات المائية في إمارة الشارقة والذي يعد أحد مشاريع الإمارة السياحية والاقتصادية المهمة التي تعرف إليها الوفد الاقتصادي القادم من جمهورية فنلندا من خلال اللقاء الذي أقيم في غرفة تجارة وصناعة الشارقة والهدف لتبادل الخبرات ودعم ريادة المشاريع اليوم نشافه التجربة الاقتصادية للإمارة الشارقة والهم الفرص وهم القطاعات التي يركزون عليها وإيضا من خلال جولتهم في المعرض دائم للصناعات المحلية تعرفوا عن قرب الأهم الصناعات الموجودة في إمارة الشارقة وجدنا إقبال كبير منهم واهتمام بالمشروع كفرص استثمارية بالإضافة لمجال التعاون فيما بيننا وبينهم حول المشروع نفسه تعزيز التعاون بين مؤسسات الإمارة ونظيراتها من جمهورية فنلندا طغى على مجريات هذا اللقاء حيث عرضت شركة الشارقة للبيئة بيئة المتخصصة في مجال تقديم الحلول البيئية خدماتها وما توفره من حلول ذكية ومستدامة كما عرض مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر استثمر في الشارقة أبرز المزايا الجاذبة التي تتمتع بها الإمارة فنلندا اليوم مشهورة بالمشاريع الابتكارية الجديدة والتكنولوجيا نطمح أن يكون هناك تعاون بين الشارقة ومدينة أولو في مجال البحوث والتكنولوجيا والابتكار واستخطاب بعض هذه الاستثمارات لإمارة الشارقة كلنا أمل بتعاون مع غرفة الشارقة ورجال الأعمال والمستثمرين في تطوير العلاقات الاقتصادية بين فنلندا والشارقة في مجالات مرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والتعليم والابتكار القواصم المشتركة بين الشارقة وفنلندا متنوعة وكفيلة بتحقيق انطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية بين الجانبين حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الإمارات وفنلندا نحو 72 مليون دولار أمريكي في عام 2017 في حين وصل رصيد الاستثمارات الفنلندية في الدولة إلى نحو 70 مليون دولار أمريكي تتميز إمارة الشارقة اقتصاديا وثقافيا وسياحيا مما يجعلها جاذبة لعدد من الشركات العالمية لخوض تجربة الشارقة باعتبارها أجمل مكان سياحي لأخبار دار هدى سالم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة